سلام لكل من يشاهدنا في هذا الفيديو مرحبا بك في قناة نبات مدينتنا إذا كانت أول زيارة لك في القناة قناتنا تهتم بتقديم معلومات وتعريفات فيما يخص عالم النباتات ونسعى ولو بالقليل في نشر هذه الثقافة في الجزائر وفي كل وطننا العربي قبل البدء في موضوعنا لا ننسى الصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام الكثير من الناس تشتكي من إسفرار أوراق نباتتها ولا تعرف سبب ذلك ولا تعرف طرق علاج النبتة لذا موضوع اليوم سنعالج فيه هذه المشكلة إذن إسفرار أوراق النباتات يعني وجود مشكلة في النبتة وإذا لم تحل هذه المشكلة يعني موت النبتة بعد مدة زمنية فأصل اللون الأخضر في أوراق النباتات يرجع إلى مادة اليخضر الكلوروفيل وهذه المادة هي المسؤولة عن عملية تسمى بالتركيب الضوئي لمن لا يعرفها وهي مسؤولة عن صنع الغذاء داخل النبات إذن بدون هذه المادة يكون النبات غير قادر على تصنيع غذاءه بعملية التركيب الضوئي وهذا حتى لو تعرض لأشياء الشمس لمدة طويلة واختصارا إسفرار أوراق النباتات مرتبط بنقص الغذاء وبعض العوامل البيئية والعدات الخاطئة لعلاج هذه المشكلة أول شيء عليك بمعرفة الأسباب وسنذكر لكم كل الأسباب المتعلقة بذلك ومعها تستنتجون العلاج أولا نبدأ بالسبب الطبيعي وهو حلول فصل الخريف فمن الطبيعي أن تشاهد أوراق صفراء في كل مكان ففي هذا الفصل تصبح ساعات الضوء أقل وفي هذه الحالة مادة الكلوروفيل تنخفض وبالتالي النبات يكافح من أجل أن يقوم بإجراء عملية التركيب الضوئي ومن هذا السبب نستنتج سبب آخر ألا وهو نقص الإضاءة فمن المهم للغاية أن تتعرض النباتات إلى الضوء الكافي لتقوم بعملية التمثيل الضوئي وبالتالي تصبح الأوراق باهتة وسرعان ما تتحول إلى اللون الأصفر لكن لا تقع في خطأ آخر وهو تعريض كل النباتات لنفس كمية الضوء فهناك من تفضل الشمس المباشرة وهناك من تفضل البقاء في الظل أي أشعة الشمس غير مباشرة لذا حل هذه المشكلة تغيير مكان تواجد نبتتك ببساطة وهناك سبب آخر وهو مهم جدا ألا وهو نقص العناصر الغذائية فحادة ما تتحول أوراق النباتات إلى اللون الأصفر وهذا بسبب نقص الحديد أو نقص النيتروجين أو المنغنيز أما الحديد فيعتبر ضروري لإنتاج الكلوروفيد ولكي تعرف أن النبتة تعاني من نقص الحديد عليك بمراقبة الأوراق الجديدة حيث تتحول إلى اللون الأصفر أولا بينما تبقى العروق والأوردة على الأوراق خضرة في علاج هذه الحالة قم باستعمال أي سماد يحتوي على عنصر الحديد أما النيتروجين فهو ضروري لبناء أوراق خضراء جديدة وفي حال نقصه تتحول الأوراق إلى اللون الأصفر ثم تسقط أما أعراض نقص النيتروجين فهي ضعف أو غياب الأزهار وكذلك تقزم النمو بالإضافة إلى وجود جذور طويلة ورقيقة بالإضافة إلى ذلك نقص في حجم الأوراق أما العلاج فيكون بإضافة أسمدة أزوتية كسمات اليوريا أما نقص المنغنيز فغالبا ما يحدث في مرحلة الإزهار حيث قم بملاحظة حواف الأوراق أو الأوراق الداكنة التي تغير من لونها ووجود بقع سوداء أو شقوق ميتة سنلاحظ المشكلة في الأوراق الجديدة أولا ثم في الأوراق القديمة أما السبب الثالث وهو سبب رئيسي وهو الريء أكثر أو أقل مما يحتاجه النبال فالأوراق الصفراء هي علامة شائعة أيضا على نقصان الماء وفي كثير من الحالات نلاحظ أن لون النبتة أصبح أصفر حتى لو لم تكن جافة تماما فهناك أنواع تصبح صفراء بمجرد أنك أهملتها بضعة أيام وفي الغالب ما تبدأ الأوراق السفلية للنبات بالإصفرار وهذا إذا كان ذلك بسبب قلة الماء بينما تبقى الأوراق العلوية خضراء لذا حل هذه المشكلة هو ريء النبتة بانتظام أما المياه الزائدة فتسبب المشكلتها فعند الريء الزائد عن الحاجة تصبح الترباطينية وهذا ما يقلل من الأكسجين في التربة ويمنع الجذور من التنفس وهذا ما يؤدي كثيرا إلى إصفرار أوراق النبات لذا عند شرائك لأي نبتة قم بالسؤال عن كمية الماء الذي تحتاجه وقم بسقيها بدون إفراط ولا تفريط هناك سبب آخر ألا وهو التعرض للبرودة حيث يؤدي انخفاض دراجات الحرارة إلى تباطئ التفاعلات الكيميائية التي تحدث خلال مراحل التركيب الضوئي مما يجعل النبات غير قادر على إنتاج ما يكفي من الغذاء الضروري ليبقى بحالة جيدة وبالتالي تصبح الأوراق صفراء وتسقط لذا حل هذه المشكلة وضع النباتات الحساسة للبرودة في مكان دافئ نوعا ما ومن المهم أيضا إبعاد النباتات عن الرياح الشديدة وهناك سبب آخر شائع وهو الأمراض التي قد تصيب النباتات فهناك بعض الآفات الفطرية أو البكتيريا التي تستهدفها مما يؤدي إلى إسفرار الأوراق وظهور بقع صفراء وينتهي المطاف بقتل النباتة وهنا لا يوجد حل سوى إزالة الأجزاء المتضررة من النباتات وإبعادها عن النباتات السليمة تجنبا للعدوى كما يمكن للحشرات أن تسبب إسفرار الأوراق لذا عليك مراقبة نباتاتك جيدا وعند ملاحظتك لأي حشرة قم باستعمال المبيد المناسب لها للتخلص منها وعند رش المبيد احرس على أن لا تكون درجة الحرارة مرتفعة أو الرطوبة عالية أما السبب الأخير فهو الإفراط في استخدام الأسمدة لذا إذا لحظت أن أوراق نباتتك تبدو وكأنها محترقة فذلك من الممكن أن يكون دليلا على أنك تفرط في استخدام الأسمدة وهذا يتم عندما تسحب الأملاح القابلة للذوبان في الأسمدة الرطوبة من الجذور أو عندما تتسرب حبيبات الأسمدة إلى الأوراق وهذا يختلف باختلاف النباتات يعني ليست كل النباتات حساسة لكثرة التسميد لذا لمنع ذلك قم بسقي النباتات مباشرة بعد التسميد وحرس على عدم تراكم الحبيبات على أوراق النبات أو بدلا من ذلك قم باستخدام الأسمدة العضوية فهي أقل تركيزا وتعطي فوائد جيدة كذلك إذن كان هذا موضوعنا لنهار اليوم نخصده لكم أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم إذا كان لديكم أي تساؤل ضعوه في التعليقات أو قوموا بمراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك أو حسابنا على الأستغرام تجدونهم أسفل الفيديو وسنسعى للإجابة على أسئلتكم إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرسيس لكم كل جديدنا وانتظرونا في قادم الفيديوهات إن شاء الله ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم